بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير وأهلا بكم في حالة جديدة من المطش اليوم الأحد تاني أيام الأسبوع الرياضي لمدة ساعة كالعادة في شهر رمضان الكريم هنكون موجودين معكم لمتابعة كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا وإحنا في ليلة مهمة جدا هي ليلة قمة جديدة من قمم الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعد أيام قليلة ممكن تكون معدتش شهر من مواجهة جمعت بين الفريقين فاز فيها الأهلي على الزمالك يلتقي الفريقان من جديد هذه المرة في جولة مش متقدمة ولا متأخرة في جولة في موعدها الطبيعي على غير العادة في الكرة المصرية الأهلي باحث عن انتصار وهو نفس الحال بالنسبة للزمالك وكل منهما هدفوا واحد في النهاية تحقيق اللقب اللقب الغائب عن الزمالك بعد سنوات واللقب اللي بيحمله الأهلي خلال السنوات الأخيرة لكن تحقيق الفوز ده أكيد بيبقى مهم جدا في حالة اللاعبين الفردية وطريقة لعب المدربين رأى كارتيرون أنه نادم على فقدان النقاط الثلاث اللي خسرها في الدور الأول من المباراة أو من الدوري في الوقت اللي مسماني بيسع فيه للفوز بأي طريقة سواء كانت عن طريق ضغط في البداية أو ضغط في وقت متأخر الأهم هو انتصار ثالث شخصي دي على التوالي في قيادة الأهلي ضد الزمالك مواجهة نتكلم عنها بالتفاصيل خلال الدقائق المقبلة لكن في نفس الجولة اللي بدأت بالأمس ومستمرة النهاردة ومكملة معنا لبكرة النهاردة اتلعبت أربع مباريات في ليلة رمضانية قوية ومسيرة أربع مباريات كان الحدث الأبرس فيها هو خسارة هي الأثقل في تاريخ نادي بيرامدز منذ تأسيسه أو منذ تحول اسمه من الأسيوطي إلى نادي بيرامدز لأول مرة في تاريخ نادي بيرامدز يخسر بهذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة خسر أربع اتنين النهاردة من سيراميكا كليوباترا في وقت كان طلاع الجيش بيكسب فيه غزل المحلة فبيوقف بيه زحفه نحو المربع الذهبي بتلات أهداف لهدف وتعادلان سلبيان للمصري الفورسعيدي والمقاصة وإمتي والاتحاد السكنداري ضمن نفس لقاءات الجولة نبدأ بقى من آخر مباراة سيراميكا كليوباترا أول انتصار للكابتن ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا منذ توليه المسئولية بعد مبارتين تعادلة في المبارتين وكان بالنسباله أفضل من أن أخسر فيهم مع تذبذب ربما في الأداء مع قدرة على العودة في النتيجة حتى رغم الأداء المتذبذب النهاردة بدأ المباراة أمام بيرامدز بتشكيلة هي الأقوى أو من ضمن أقوى التشكيلات في الدوري المصري الممتاز وبالتالي أنت كنت داخل على مباراة خطورتها أنك تفقد فيها نقاط جديدة فيستمر تراجعك في جدول الترتيب في ظل انتصارات متتالية للفرق اللي موجودة في نفس مكانك في منتصف الجدول بحثا عن المربع الذهبي فما كانش يكون أبدا سهل على أي حد أنه يفقد نقطتين في نقطتين في ثلاث ففي أقوى مباراة لنادي سيراميكا كليو باترا مع الكابتن ضياء السيد بتيجي النتيجة إيجابية بل وانتصار كاسح بنتيجة أربعة مقابل اتنين بل وبسيناريو مختلف تماما عما كان متوقعا أو عما كان متوقعا في ظل الأداء شوط الأول بيرامدز كان هو الأفضل بيرامدز كان مسيطر بيرامدز كان بيغالط مدافعي فريق سيراميكا كليو باترا بل وكان أفضل لاعب في فريق سيراميكا كليو باترا هو حارس مرموة قائده عامر عامر لحد ما تقدم بيرامدز عن طريق رمضان صبحي جات له عدة فرص للتسجيل من جديد لكنه أهدرها فبقت الصورة رايحة نحية هل يستغل سيراميكا كليو باترا الإهدارات دي؟ ولا يستمر تفوق بيرامدز ويسجل التاني والتالي طالب لعبوه بضرب الجزاء رفض محمود ناجي الحديث عنها وقال إن البار ما قال ليش حاجة وهنا تبدأ رحلة العودة التاريخية لفريق سيراميكا كليو باترا وفي ظرف ثلاث دقائق كان بيتعادل وكان بيتقدم وبعدها دقيقة من الشوط التاني كان بيسجل التالت وبعدها بخمس دقائق تانية كان بيسجل الرابع علشان يصعب المأمورية تماما على بيرامدز اللي عجز عن هز الشباك إلا في مرة واحدة لم تكن كفيلة لحصد أي نقطة بالنسبة لفريق بيرامدز اللي عاد لمشوار الخسائر مرة تانية بعدما كان قد استفاق بالفوز على ودي ديجلة فوز مهم جدا لكتيبة الكابتن ضياء السيد وانتصار مهم جدا يرجعه من جديد إلى منافسة الفرق على المربع الذهبي وثلاث نقاط بتضاف إلى 27 ليصل إلى النقطة رقم 30 معنا على التريفون نجم هذه المباراة لأنه هو من أصر على بعض اللاعبين وهو من واصل فريقه الضغط رغم التأخر ورغم أنه كان مضغوطا فاقتنس ثلاث نقاط الكابتن ضياء السيد المدير الفني للفريق سيراميك كريوفاترا كابتن ضياء أهلا بيك من اليوم مبروك أول فوز ليك في قيادة سيراميك كريوفاترا ربنا خليك هاني مبروك لسيراميكا إدارة ولعيبة وقناة كمان أكيد أه طبعا الحمد لله طبعا مطش مطش يعتبر نتيجة كبيرة ومطش كبير مع فرقة كبيرة فيعتبر مكسب كويس الحمد لله خلينا أبدأ من وراء من قبل المباراة ما تنطلق تعادلين بعدها بتدخل على أقوى مباراة ومباراة أقوى على مستوى القوائم يعني من المباراتين اللي تعادلت فيهم فأنت داخل في احتمالات ربما تكون أكترها هي خسارة فأنت داخل إزاي المباراة مركز في إيه اشتغلت على إيه علشان ما تبقاش فقدان نقاط جديد ولا تلاتة ولا اتنين فخدت التلاتة في النهاية بص انت عارف أن أنا يعني من خلال تحليلي معاك يا أهاني أعرف بعض النقاط فالنقاط دي أنا بشتغل عليها من أول ممسك وهي عملية التنظيم الدفاعي عملية التنظيم الدفاعي بشكل كبير جدا أنا مبسوط بيهم جدا جدا ده لتلات منشاط حتى بعد ما تعادلنا المنشاطين اللي فاتوا وإنا بقول لهم أنا مبسوط بيكم والتنظيمكم وإن أنتم متجاوبين بشكل كبير جدا أنا طول الكل يوم في تمديد ده خصوصي للدفنس بس معي أنا شخصيا طول الوقت فأنا بحاول أنت عارف أنا ده أملك الوقت إنه بحداشر يوم تلات منشاط ولسه جاي وطبعا الثاني وتالت بشكر هايسة من أن أساب الفرقة في مكان كويس وأساب شغل كويس أقدر أبني عليه بشكل كويس فأنا اشتغلت على النقطة دي النقطة دي بإنه ابتدت أفهم الناس اللعيبة إن إحنا عندنا لعيبة كويسة قدام بس مهم جدا إن إحنا ندفع كويس أنت عارف المقولة بتاعتي إن أنا دايماً بقولها معاك صح لازم نبقى عشان تبقى فريق يعني إلى حد ما عناصرك مكتملة لازم تدافع كويس ومدافع كويس مش يعني المدافع الواحد يبقى كويس أي لأ بشكل جماعة بشكل جماعة يعني عايز أقول إنه الأمور الحمد لله اللعيبة متجاوبة بشكل سبير جدا ومشيين بشكل في خط كويس لأن أنا في العملية الشغل التكتك على المجموعة اللي هو فصوص الملع والمجموعة الهجومية عشان هما لعبة متميزة جدا 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 يساعدوني في إنهم يأخذوا الحاجة أو يأخذوا الجملة أو يأخذوا التكتك بالسرعة ويأدرون بشكل كويس ممتاز طبعا المدافعين بأداءهم ده أنا بشكرهم لأنهم متميزين في فهم النقاط اللي أنا بشرحها وإن أنا أصر إنها تتعامل بشكل كبير جدا ده وفقور السابتة أو في الهجمات اللي علينا من الديمين والشمال والطرحيل حاجات كتيرة جدا ممتاز فطبعا هو ده اللي أنا اشتغلت عليه وما كنت في الهجمات على فكرة أنا عارف إن الولادرات مهم هي ألا مع البراد ممتاز يعني بعد ضغط النهاردة لبيرامدز وتقدم إيه اللي قلته لللعيبة خلى في آخر تلات دقيقة من الشرط الأول بدل ما تخرج خسران مش تخرج متعادل بالكسبان ضغط من بيرامدز والإحواز إن إحنا ما كناش بنلعب كرة كنا بنلعب طويل طول الوقت ناخد الكرة ونلعب طويل فكرة تروح لبيرامدز يبتد علينا هو مش طويل مم فجات البنن حصل توتر كمان عند جزء كبير من اللعيب كمام واخده إنزارات وده مش طح أتكلم فيه لأنه ده مش طح خالق لإنا كدنا المطش طويل مم إحنا جبنا تقريبا أربعة إجوان في تلت ساعة وفي ربع ساعة مزبوط يعني انت أخذ بالك في يعني كبير التوتر ونش تازمها الحاجة محسب خلاص مم فإحنا ضغعنا الوقت ده كله في الحاجات دي عدم لعبنا من شكل كويس لعبنا مم والتوتر لما بتدينا نرجع للعبنا واتعقنا واتكلمنا لنرجع عشر ديائي لعبنا كورة خويسة جدا كورتين أسست بعد خمس نقلات أو ست نقلات تحرك مثالي من شادي ومن أحمد ياسر ريان جبته جنيه صح وده أحسن حاجة فيه بتوقيته بتوقيته جنيه وتدخل قط اللبس وتوقيت الجولة الثالث برضو عظيم نهى على البرامن بداية شهرة تانية توقيت اللبس وتبقى عندك انتة تمامينة لحدك جديد صح التوفيق كبير كده والكرم انك اول ما تنزل برضو في عشر دقائق تجيب كنين اي فالمهمة بقت صعبة جدا جدا على بيراميز وفي نفس الوقت انا عارف ان احنا هنضغط ايوه زي ما كنت بقول لك هاني انا مش مهم ان انا اضغط اي المهم ان انا عرف هدافع تمام ممكن اركن الاوتوبيس لكن انت بتركنه صح ولا بتركنه راكنا هتاخد ديها مخلفات مضمو الحمد لله الامور عادت بشكل كوي اه بشكر اللعبة جدا 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 لانه دخلوا في فكذا حدث كوى المباراة لكن في النهاية فلشوا بشكل كويس وطبعا نمرة واحد واثنين وثلاثة توفيق ربنا طيب عايز اسألك على بعض الحالات في المباراة مبدئيا كده صالح جمعة النهاردة بيعمل هاتريك أسستات لو حسبنا الكرة الهدف الرابع ان هو عملها واحمد محسن تصوبها واعت من ايد شريف اكرامي فكملها احمد محسن لعب ستين ديها صنع فيهم ثلاث اهداف منهم الهدف الاول والتاني بنسخة يعني من بعض واحدة لمهاجم ناحية الشمال شادي حسين والتانية من العمق لأحمد ياسر ريان يعني انت يا ما علقت على صالح جمعة على مستوى امكانياته وعلى مستوى اللي بينقص صالح جمعة من احتياجات يعني علشان يقدم دقايق أكتر لعب النهاردة تقييمك انت الأداء وإيه اللي ممكن يكون حصل في الأيام اللي فاتت بالنسبة لصالح جمعة وأنا اتفقت معاه هو عارفني كويس عارف طباعي كويس وأنا اتفقت معاه ولتوقع صالح مش هتلعب في تمرينة واحدة بين المطشيين لازم تحضر الوحدات كلها وانت بدنيا محتاج لسه توصل لانك عشان تلعب تسين ديئة فلازم تشتغل معايا ونشتغل مع بعض وانت بكرتك مش ألام من كرتك لكن انا مش عايز ألعب تسين ديئة بس انا عايز ألعب تسين ديئة انت واخد بالك لانه هايفتني هو ومحمد إبراهيم وشادي لما يلعبوا تسين ديئة ده أفيد الفرق فهو عارف الاتفاق وان شاء الله هو ماشي إلى حد كبير ماشي بسكل كويس وكل ما هنطلع حاجة لكن انا لم اوصل ان انا راضي لسه لسه مش راضي عنه صح متفق لسه مش راضي خالص حتى يعمل ككورة فعلا ممكن يعمل لك كل حاجة وده اللي عمله لكن كمطش كامل لا انا مش عايز الوقت ده لسه عايزه خش في الكزئية الأكبر فاحنا ماشيين واحدة واحدة وان شاء الله نوصل مع بعض الحاجة كويسة لانه اكيد هو مبسوط النهاردة هيلائي الناس بتتكلم على الأسلسان بتاعته هيلائي الإعلام بيرجع الكلم تاني على الصالح بناحية إيجابية بناحية سلبية وده هتفيده وهتفيدني وده أنا هتزهرهوله على فكرة هتزهرهوله طول الوقت هتبقى أستعره الكلام اللي هيتقال عليه وهتدهوله ويتفرج عليه ويتسوف عشان نوصل لنقطة أنا وهو تفيد النالية تمام بالكلام عن راكنة الأوتوبيس بعد التقدم بأربعة لهدف فده في أول عشر دائم من الشروط التاني وبالتالي بقيت متقبل إنك تستقبل ضغط متوقع وحصل بالنسبة لفريق بيرامدز إزاي اشتغلت على إفساد أسلحة بيرامدز بتكلم على عبدالله السعيد إنه ما يمولش جرحانتوي أو جودو الجباس أو غيره من اللاعبين هو غلعب كبير وطول الوقت مفضل إزعاج لكن أنا متكلم في الحاجات دي كلها تمام وأعرف إنه هيكون في رزق وأعرف إنه هيكون فيه اندفاع بشكل كتير جدا ده ما قلت لك أهم حاجة إن أنا أقف كويس ودفع كويس ويتعاونوا مع بعض في الناحية الدفاعية طبعا بيحصل بتاع فرقة كبيرة فيها عناصر بخوف يعني طبعا بيحصل اختراقات سواء بمرة أو مرتين لكن الناس قدوا بنسبة 90% بشكل كويس تمام الحمد لله ببارك لك أكيد لكن عايز أقلك بقى على عامر عامر شفت أنا الكاميرا أفشت مدافع بيقول لعامر خليك وقع على الأرض شوية شفنا نقاش ما بين كابتن عصاب الحضري وعامر فهل دي كانت تعليمات ولا إنه فيه در وقت وخد إنذار في النهاية لا أنا ضد ده ضد التعليمات دي وبرضو بعتذب للناس على الفوضى اللي عادتك فالتوتر اللي كان موجود التوتر ده مش هيبقى موجود تاني خالص إن شاء الله بنتعتذب للناس عليه لكن كان فيه ضغط شوية من الحاكم أنا بشكره على ساعة صدر يعني أنا معرفش حد الوقت القرارات كان إيه اللي حصل أصلا التوتر كان ليه؟ على ضربة الجزاء وعى الفوار وكل لعبة اللي بيرامنس بيروح للفوار واحنا ما بيروحش يعني الكلام كله الليها طائلة منه أنا أهمني إن أنا أركز بالعفق في الجيل أنت واخد بالك أنه عايز أكتر دقايق لعب كورة تبقى في الملعب لكن ما كانش فيه تعليمات عامل فعلا من مبارح مش شادة صغيرة لكن ده ما يمنعش إنه ممكن يكون طول فيها في الخلفية وأنا موعدكم إنه مش هتقرر تاني بإذن الله بإذن الله طيب بتبني بثلاث نقاط اللي جاي واللي جاي مطشط متتالية ومطشط قوية أهمها أو أولها سموحة إزاي بتستعيد أنا بقول لهم الحق وهنا تقول للولاد المتفادة عشان عندنا مطشي مهمة عن التدليل هي مستحقة وأعتقد هتخرج بسرعة إن شاء الله لأ يعني الحج محمد تكلم الولاد في الجوضة وشكرهم وشكرنا وإحنا بنشكره على إنه مداعم طول الوقت وطارئ كان موجود بنشكرهم بنشكرهم كلهم لأنهم وقفين ومستحمدين وعارفين إننا أو إحنا شغلنا محتاج وقت لأن الناس فهمة ده أي يعني متفهمة ده وإن شاء الله نتيك تبقى بسرعة كويسة بإذنه طيب وقت إعلان حامل أو حكم اللوحة الحكم الرابع عن 10 دقايق كان بالصدفة الكاميرا في ظهرك فجابتك وإنت حطت ديك على راسك كابتن ضياء واللي هو 10 دقايق ده مطش تاني يعني ما أنا بمثل بمثل إن الوقت كبير قوي مش نازل بأخد لقطة كلنا حسنا بالصدمة يعني اللي كنت فيها لما شفت الرقم أو 10 دقايق هو ممكن المطش يوقف فعلا كثير لكن ما عرفش وصلت 10 دقايق ولا لا طبعا أنا عايز المطش يخلص طرعا أنت هتواخد بلك فالحمد لله عدوا على خير الحمد لله ببريك لك مرة تانية كابتن ضياء شكرك يا هاني مبروك فوزك الأول وإن شاء الله نتائج اللي جاية كمان بالنجاح والتوفيق في ظل كمان إن اللعيبة أو اللعيبة يعني بتشرب الطريقة اللي بتعلمها لهم هسيب بقى سيراميك ريبوترا واسأل الكابتن ضياء السيد المحلل ونجم الأهلي السابق مطش الأهلي والزمالك بكرة مواجهة مهمة جدا للفريقين للاقتراب خطوة ناحية لقب واضح إنه مش هيتحسم إلا في أمطاره الأخيرة شايف إزاي اللقاء ده والله شايف الفرقتين مضغوطين مضغوطين بشكل كبير جدا الحمل كبير على الناحيتين لأنه كان في وسط نتائج تعادل ودعوة لكن في آخر مضغوطين الأهلي لعب كويس جدا وكسب والزمالك لعب كويس وكسب فأنا بعتقد إنه اللي هيكون أهدى ويستثمر الفرص أقولك بقى الكلام بتاع المحللين اللي هيكون أهدى ويستثمر الفرص وينافذ التعليمات هيكسب صح كابتن ضياء بشكرك جدا ومرة تانية مبروك الفوز النهاردة كابتن ضياء السيد الموديل الفاني لفريق سيراميك ريبوترا اللي هستعرض تشكيله هو ونادي بيرامدز النهاردة كيف لعب الكابتن ضياء السيد وكيف لعب مستر أروا برينة في مباراة الدفاع الجوي النهاردة سيراميك ريبوترا كان تشكلته كما حدث في اللقاء الماضي نصا رجب بكر وخالد صبحي وعبدالله محمود وأحمد محسن رباعي دفاعي قدام عامر عامر في نص ملعب كوامي بونسو صالح جمعة ومحمد إبراهيم ميدو جابر وشادي حسين وأحمد ياسر ريان خدي أتكلم بس عن جمال الجول اللي سجله شادي حسين الأول أولا صالح جمعة استقبال جيد جدا للكرة ودوران ممتاز بعد ما خليناه لكم أنه ما بيعملش المجهود الوفير اللي ممكن أنه هو يقدمه صالح جمعة طول الوقت الناس حطاء لأنه بسابق إمكانياته تحت المنظار أنه اللاعب ده ممكن يقدم كتير هو من حصن حظه أن الإمكانيات اللي عنده مش موجودة عند أغلب لعبي الجيل عشان كده مهما أثر بيفضل الناس مركزة مع لمساته الحلوة وبالتالي اللاعب ده هو عمل اللي عليه فعلا من غير ما يزود مجهود زيادة عن اللزوم يعني هيبقى في حطة ثانية تماما عشان كده صالح جمعة بقل مجهود ممكن يعمله جوه أرض المنعب ممكن يقلب لك نتيجة من 1-0 لـ 4-1 زي ما حصل النهاردة عمل تمريرة ممتازة طولية لشادي حسين لكن خلينا لكم أن شادي حسين إزاي يوقف الكرة بيمينه يعني همدها على الأرض ولا طولت ولا بعدت ولا راحة يمين ولا شمال وبشماله صاروخ على ناحية شريف إكرامي يتعدل بفريق سيراميك ريوباترا بعدها بدأ أي صالح جمعة من جديد لكن من عمق المنعب بيلعبها للمهاجم التاني أحمد ياسر ريان أو المهاجم الصريح أحمد ياسر ريان من وراء أحمد سامي فبيسجل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول الشوط التاني بدأ وفي ظرف دقيقة كان سيراميك ريوباترا بيجهز على بيرامد بعد هدف بيسجله أحمد ياسر ريان نفسه بعد اختراق رائع من محمد إبراهيم من خرم إبرة بيلعبها لأحمد ياسر ريان اللي برضو من خرم إبرة هو كمان من لمسة واحدة بيسجلها في شريف إكرامي أحمد محسن ببارك له صديقي العزيز النهاردة مش بيصنع إنما بيسجل هدف حلو قوي برضو من صناعة صالح جمعة لكن مرة دي من فاول يشوتها خطأ فادح من شريف إكرامي تقع الكرة منه فيسجلها أحمد محسن قبل ما يسجل بعد كده الهدف الثاني ليه قبل نهاية المباراة عن طريق دودو الجباس بعد المتابعة من كرة ارتدت من دفاعات فريق سيراميك ريوباترا أحد نجوم مش هقول المباراة نجوم الموسم حتى الآن محمد إبراهيم نجم فريق سيراميك ريوباترا أهلا بيك مبروك الفوز الكبير النهاردة صديق العزيز محمد إبراهيم أخبرك إيه وانت طيب رمضان كريم وعيد سعيد عليك يا رب يا رب وبهنل أم العرباء كلها بالعيد وإن شاء الله كنت أنا يعني كنت خلالهم بإذن الله عن النس كلها بإذن الله يا رب وبدايات ممكن نقول ليلة القدر مثلا أو بدايات الاحتفال بالعيد بتفوزه النهاردة فقط مهم جدا وعودة الانتصارات وبتعمل أسست حلوة قوي بيقضي على المباراة محمد إبراهيم بس يعني طبعا من أول عاحبة بارك لكل الناس اللي تقابت عن فترة نساديك صاحبنا قوي كان فيه صوحة غير طبيعية بس احنا كنا الحمد لله بنشتغل وكنا عارفين اللي احنا يعني ربنا هيديننا في الوقت اللي احنا يعني بلانت كل ما بتتعب ربنا كده هيدينك انا تحب بقى بارك لكل الناس طبعا اللعبة كلها والجهاز والناس اللي معنا فط اللبس اللي بتاعدنا ومجلس إدارة وكل الناس بحب بقى بارك لهم ومش هنسى كابتن هايسا طبعا كابتن هايسا طبعا معنا مبارك الموسم وعمل يعني عال فرة محطنفة جدا وتعب معنا كلنا وكابتن هايسا مجهازه وفتر فاتر تعب انت عارف اللي الكرة اوهد بتبقى فيه صوتة وفيه فهو ده اللي كان مويل لكنا كابتن هايسا من المدربين الكبار جدا اللي انا شخصيا بحترمه وتعلمت منه حيكتر جدا مظبوط بتامنى اتوفيه ان شاء الله وبباركه طبعا لان هو كان ليه جزء طبعا معنا في المكسب اكيد اكيد النهاردة المباراة النهاردة ازاي بعد ما كنتم مضغوطين ومتأخرين عودة بدقائق وليلة 15 دقيقة بتسجله ربعية على شوطين ايه اللي حصل ايه بص انت عارف احنا المطر بتاع بسرقة كبيرة طبعا بيرمس محترقة مع دها لعبة كلها لعبة محترموا في كل الخطوط ايه فاحنا وحنا كنا عاوزين نكسب لان احنا لو كنا اخذر لكم اخذرنا كنا هنبعد كنا هنبعد سويا compare احنا انت عارف احنا بصويا لحطة كويسة بس كنا احنا نبعد للمربع ان شاء الله ايه لو كنا خذر الله اخذرنا كنا نحب الموضوع بعيد شوية ايه استعارف اول اول مطر كده تخطصنا ببلانتي يعني ودخل جوند فينا فده الوطر بيننا شوية ولكن الحمد لله أفضل اللعبة الموجودة عندنا لعبة كبيرة في كل خط الحمد لله الموجودين في الأسكور واللي في الملعب واللي بره واللي بره عدونا كلهم الحمد لله كلهم لعبة كبيرة فالحمد لله دلنا اللي احنا نسيطل ونرجع تاني وكان في توفيل بغبنا كبير الحمد لله أنا هكلمك عنك انت عن محمد إبراهيم مش بس على الأسست اللي عملته هتكلم بشكل عام على الموسم لأنه شايف انه ممكن تكون مش واخد حقك من اللي انت عامله لكن انا هشوف ايه هاسألك ايه اللي عمله محمد إبراهيم مخليه نهايات الموسم اللي فات والموسم ده بالشكل ده ما شاء الله من الناحية الفنية ودي كلنا فاهمينها لكن كمان من الناحية البدنية بنوصل الديها تسعين من كل اللقاءات بنلاقيك بتعمل سبرينتات ما شاء الله ممتازة بتساعد بيها الزملاء يعني بتفتح بيها لا والله هاني هو بس انتكرك اللي هي الحمد لله الواحد يعني الحمد لله طوال عمري بأشتغل وبأشتغل ربنا فاقي انت عايز ده الاخر في الاول ده الشغل وطول ما بتتعب ربنا بالديك اشتغلت على نفسي وتعبت أكتر ربنا الدائم الحمد لله فهو دلنا عملت وعملتش غالي أنا اشتغلت ومتبتش حار الزروف فربنا الحمد لله يعني كرمني وكلل ده بالمجهود ده وطبعا ده مش لوحد الحمد لله معايز زماية لكلهم بيساعدوني في الملعب اي اي اذا اقول لحضرتك يعني الفرقة كلها ما فيش حد بيبخل بايا حاجة اي وده اللي احنا نتشغلين عليه وده اللي احنا نتشغلين عليه اكيد ومش عاوز يعني يا هاني احنا مش عاوزين بس يعني نعارف الفرقة كلها الحمد لله اتبساطنا النهاردة وفي احنا واللقابة كلها لقابة كبيرة فعارف اللي ده مكتب في الدورة بثلاث نوات زي اي مطش وده المهم اللي لازم اللي احنا بثلاث نوات اكيد احنا نتشغلين بثلاث نوات عايز ألك يعني عنك انت برضو فيما يخص المباراة النهاردة وفيما يخص مشوارك بشكل عام انت ياهيما النهاردة شايفينك المجهود اللي عملوا وشايفين نتيجة بتتحقق في مواجهة كمان نجوم زملتهم ونجوم مواجهتهم كتير انت شايف ازاي اللي جاي شايف ازاي نتائج المنتظرة او الطموح بيوصل لحد فين بس انا زي ما قلت لك احنا من اول يوم عادت مع الحج محمد الحج محمد طبعا نهاردة طبعا بشكوره نحو كلمنا بعد المتش وبارك من الفرة كلها والتشاري كان معنا طبعا بشكوره برضو لان تعارف ده بيبقى مهم للناس بفضهرك ده حاجة مهمة انا بشكرهم طبعا نهاردة بس انا انت تعارف احنا دوري كل المتشاط صعب والمتشاط اللي جاي بزداد كل الفرة هتلاقيها بكل الفرة كل فرة عاستي اطنوع اي فاحنا عندنا طموح فرة اللي عايبة كلها عندها طموح اللي هي تسميش بحتة كويسة اني انا واحد شخصية من اول يوم عادت فيه مع مستر محمد مستر محمد ربعانيل كان كان عنده هدف انا رقم واحد واحنا الحمد لله فرة كل الناس اللي جات هي عندها نفس الهدف اللي احنا نفسه بحتة كويسة وده مش هيجي من الكلام مش هيجي من الفراغ معناة كابتن دي والكابتن عادل والكابتن عصام الناس كلها شغالين واحنا بنشتغل وهنتعب عشان نوصل الهدف ما لازم تتعب قوي عشان توصل للمين تعوي والحمد لله اللعبة كلها مش مؤثرة في دي فده اهم حاجة ببارك لك على مباراة النهاردة وعلى موسمك بشكل عام وبالتوفيق ان شاء الله كابتن محمد إبراهيم نجم فريق سيراميكا كريوباترا بعد الفوز على بيرامدز بنتيجة 4-2 مباراة بقى الاهلي والزمالك هنروح لها لك الأول استعرض سريعا تشكيل بيرامدز اللي اللعب بين النهاردة أروى برينة عشان نتكلم بقى على لقاء الاهلي والزمالك غدا سريعا اقول لكم ان شيف اكرامي هو اللي حرس المرمى قدامه ثلاثي في قلب الدفاع احمد فتحي واحمد سامي واحمد اياما منصور محمد حمدي واحمد توفيق لعبوا نحية اليمين والشمال ابراهيم عادل ونبيل دونجا وعبدالله السعيد وإيريك تراوري ورمضان الصبحي كانوا في منتصف الملعب ونحية الهجوم بعد التأخر بتلت أهداف لهدف تغيرت الطريقة فأحمد فتحي بقى هو وأحمد سامي في نص الدفاع أحمد اياما منصور خرج نزل عمر جابر فتحول الطريقة الأربعة 3-3 ولكن سجلوا هدفا وحيدا في النهاية بيراميدز اللي توقف رصيده عند النقطة 34 تاريكا المجال لمن هم خلفه إن هم يقربوا منه أبرزهم المصري اللي خد نقطة واحدة بس النهاردة من التعادل اللي تحقق أمام مصر للمقصة غدا مباراة بتحكيم مصري قمة جديدة بحكام مصريين وطاقم التحكيم أعلنه اتحاد الكرة النهاردة بقيادة الكابتن أمين عمر كما ذكرنا إنه كان من المرشحين لقيادة هذه المباراة بشكل في تنافس ما بينه ما بين الكابتن إبراهيم نور الدين ولكن كفت الكابتن أمين عمر هي اللي رجحت في النهاية لأنه لم يدر من قبل لقاء قمة فيعاونه يوسف البساطي هاني عبد الفتاح حكم رابع أحمد الغندور محمود عشور حكم فيديو محمود بسيوني مساعد حكم فيديو لماذا عين محمود عشور لأنه كان مساعد حكم فيديو في مباراة شهر إبريل فدلوقتي يعني زي ترقية ليصبح حكما للفيديو في مباراة الغد ما بين الأهلي والزمالك ولكن كما قرأنا هناك اعتراض على ما يبدو من نادي الزمالك على إدارة المباراة من جانب الكابتن أمين عمر معنا عطرفون عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك الكابتن إبراهيم عبد الله كابتن إبراهيم أهلا بك منورنا كابتن هاني أزبارك بخير الحمد لله كل سنة وأنت بخير وأنت صحة والسلامة ومساهدينك بكل خير ورمضان كريم الله أكرم ورمضان كريم جري مننا جري مننا فعلا بكرة مباراة قمة جديدة وعايس ألك هبدأ الأول بالتحكيم لأن قرأت تصريح لأستاذ علاء الدرديري المتحدث باسم زمالك هل المعترضين عمر الدرديري عمر عفوا عمر الدرديري هل متضايقين من إسناد المباراة للكابتن أمين عمر لا هي حكاية أننا مش متضايقين بس هو بس أنا أنا بيتعيق لي هو فيه خناقة ما بين الكابتن أحمد وجيه والكابتن أمين عمر كابتن وجيه أحمد وجيه أحمد في نائة إيه دي بيتعيق لي أنه بيقرأ أمين عمر لأنه عارف أن أمين عمر أهلاوي وعارف أن والد أمين عمر أهلاوي وهاري الفيسبوك فيديوهات شتيمة في الزمالك وبيحطه في مواجهة وأنا بيقرأ الآن بصراحة من الأخطاء البشرية اللي بتصير في اتجاه واحد ضد الزمالك وكمان عايز أقوله يعني يا ريت بكرة ما يتقلش في الفطار ويبقى خفيف ويبقى جنب الكورة ويبقى استماعه في ودنه عشان نشوف الفار عشان أنا بصراحة يعني ذهقنا من الأخطاء خاصة في موارات الأهلي من قديم الأزل اللي بتبقى في اتجاه واحد ضد الزمالك وكنت بقول الكابتن وجيه أحمد اللي احنا بنحترمه يعني انت عندك الحكام كلها والناس كلها محترمين وحكام مصر احنا الحكام في العالم ونبنعترضش عليهم بس يعني لما كنت تتنقي يعني ارحم الراجل يعني ارحم أمين عمر من الضغط اللي عليه والنادي الأهلي بيحط ضغط وهو الراجل أهلاوي ومعروف انه أهلاوي معروف انه طب لو والده أهلاوي دي حاجة ما تخلهوش بالتبعية أهلاوي يا كابتن هاني الراجل أهلاويته في أماكن كتيرة انا ما بفتريش على حده ما بداعيش تمام فاحنا بكرة هني بقى عدانين على القانين الراجل مثلا يكون فتران في طر تقيل شوية بيبقى في نص الملعب بعيد عن كورة درب الجزاء اللي زمانك ما يشوفهاش والبار مثلا انا والله مش عارف احنا مش عارف عن يعمل ايه وليه سياسة اتحاد الكورة دايما انها تحطينا في قلق قبل المباريات وتحس الحكام في قلق قبل المباريات ما احنا كنا بنقول حكام أجانب والدنيا ماشي يا سيد فول ويعني الخطأ البشري بنستحمله بس احنا الصراحة دعبنا أخطاء بشرية أخطاء بشرية أخطاء بشرية وان الكورة لزيتها في الأخطاء اسمعنا الأخطاء بتبقى ضد الزمان ما هو الأهلي كمان اتدايق من قرارات التحكيم بل وطلب بحكام أجانب مع احترام النادي الأهلي أنا لا أستطيع التحدث عن النادي الأهلي النادي الأهلي دي سياسات ونحترمها واحنا نادي كبير ودهنا سياساتنا ونحترمها والناس تحترمها كمان أنا بقول لك أنا الآن من الكابتن أمين عمر لأن الكابتن أمين عمر أهلاوي والده أهلاوي وفيديهاتهم موجودة على فيسبوك وأنا بس بقوله هناكครام المتر يا ريت حضرتك بكرة ما تسهلش في الفطار عشان تبقى جنب القورة ويا ريت الفاري بقى فودنك على طول عشان خاطر ايه ما نخلشش في مشاكل وترجعت قولولنا والله الخطأ البشري ولذة القورة ان التحكيم يبقى فيه اخطاء دايما الاخطاء بتبقى دين في الزمان كابتن ابراهيم هل دي وسيلة لتصدير الضغط للحكم قبل مطش بكرة احنا مش محتاجين ان احنا نضغط على الحكام هنضغط على الحكام ليه احنا بنقول حقائق وفع ارجع لحضرتك من قائمة كابتن احمد بلاي لا لا ارحمه ولا الكابتن محمد حسامة لا ارحمه ولا اقول لحضرتك الزماني خسر كم دور بسبب الاخطاء البشرية اللي الحكام بتقع فيها دي الزمان التاريخ معروف وبعد انما بنقول كده يقولك الزماني بيعيش مظلومين لا احنا اخترنا اكتر من عشر دوريات بسبب الاخطاء البشرية بتاعة الحكام وبنقول على عيننا وعراسنا وما بنهجمش الحكام احنا مش بنهاج هل قلتوا لاتحاد الكرة يا كابتن احنا لا نتدخل في سياسة اتحاد الكرة بس ياريت اتحاد الكرة يكون عادل وزي ما بقول ما قلوش اللوايح اللوايح تتبتة وتتطبع عالكل شانا كل ما تشطلع يبقى دينا ثمان دقايق يحتملنا تلاتين ثانية يقول لك اصل الوقت الاضافي تقديري للحكم هو تقديري للحكم بس اعلنتك تلتزم بيه لان ده استكمال لوقت ضاع من الخمسة واربعين دي ابتع الشروط هو مش مان علينا وان حضرتك ان انت يبقى درب الجزاء كل مرة الحكم ما بيشوفهاش وبعدين نلجأ للفار ونقعد نصف ساعة حضرتك راجع كل ماتشوات الزمالك اللي حصلت الفترة اللي فاتت وشوف الماتش بيصصف على تباديد ديها كل شد ده لو حصل حكام بتدعمد اضاعة الماتش لما زمالك بيزار يا صموحة نفسه طربة بضرب الجزاء في ماتش الزمالك يا فندم المهندس فرج عامر على عيننا وعلى راسنا واحنا عدناله الماتش احنا مش عدناله في الماتش طب انا عايزة ابعد عن الماضي واسألك على الحاضر لا حاجة تانية بقى حاجة تانية حاجة تانية بس عن الكابتن امين عمر بما انك تكلمت عنه كابتن امين عمر ادار للزمالك 20 مباراة فاز الزمالك في 17 منهم تعادل في 3 لم يخسر اي مواجهة تحت قيادة تحكمية الكابتن امين عمر ده مش معناها انه هو يعني جي لصالح الزمالك بس معناها انه زمالك يعني متظلمش قبل كده على اهل في عهده يعني او خسر اشهر 28 انذار وطرد مرتين احتسب عشر كرات جزاء لكن الواقع انه هو كمان الموسم ده قدر لزمالك ماتشين الماتشين الزمالك كسبهم اربعة واحد قدام المقصة واثنين قدام الانتاج وبالتالي مفيش اي تاريخ سيء للكابتن امين عمر في ماتشات الزمالك كابتن ابراهام لا ما انا بقول له حاليك حاجة هو كابتن امين عمر مع احترامي لي هو لاعب كرة بهده مثلا بعرضية شكبالك الرفاحة وجاب بيها الجن هو بتعيب الزمالك اللي جابت الزمالك اللي جابت الزمالك بكرة اتجمش هيجيب جوال للأهلي يعني لا يا فاندي ما انا بقول لا بحاليك بتقول لي لاعب لزمالك ماتشن وزمالك كسب ولاعب لزمالك سبع ماتشات وزمالك كسب هو اللي كان بيجيب جوان ولا ايه لا طبعا بس طب هو حرامني من كان درب الجزاء وبعدين هو في ماتش الاهلي واسموح لاعب عشر دايه وقت اضافي والماتش ما كانش فيه وقت ضايع والاهلي جابت جن في ديال عشر ده جول جيرالدو اعتقد صح لو رجعنا كم سنة الورة صح جيرالدو بقى ولا مش جيرالدو انا ميل انا بس اللي انا بقوله لك حضرتك ان انا انا متخوف من امين عمر الراجل اهلاوي وحطينه في ضغط رهيب هيبقى وبعدين ما عايز اقول لك حاجة بقى الحكام بتعرف تخرج الماتشان بمعنى ايه لما الزمالك يكون متقدم العب بسرعة وما تضيعش وقت وما اعرفش ايه لو الزمالك لقدر لامة عادل بيتلاقيه بيحجلني وبيحسب لي في ولاتي من نصف ملعبي يحسب لي كان فاول الزمالك يتحسب له السنة دي عالصندوق كم فاول اللي تحتسب على الصندوق للزمالك ولا فاول ل salv تحسب لي فاولات في نص الملعب اللي ملايش لازمة تحسب لي قاوت يا باشا انا عايز الحكم يكون عادل الحكم ما بيعرفش ألوان الحكم نازل يلعب من غير ما يكون حاطت في دماغه ضغط الفريق المنافس اللي تمرت عليه بقاله اكتر من عشر سنين طيب النقطة التانية نقطة تانية بقى اللي انا عايز اقولها ايه احنا ملتزمين بعدد الاتحاد الكورة بيزمنا بي ما فجئش بقى بكرة ان الامن والشركة الافريقية مدخلالي خمسمائة واحد من النادي المنافق كلام ده مش يحصل نحفل في الدور الاولان احنا فجئنا ان الشركة الافريقية علما ان احنا الماتش كان بتاعنا هي اللي موجودة وبتنظم جماهيرنا مدخرتش وعايز اقولك نائب رئيس النادي عشان بابراهيم كان داخل مع ابنه نزيله لابنه من العربية واحترم قالك عشان احنا 25 واجئنا بقى لقينا نص الملعب جمهير اهل لا حضرتك عندك كشف الامن يا استاذ اندين مع احترامي تمام وعندكم قرار مبعوط لكم بعدد الحاضرين 25 من كل طرف يا باشا احنا بنحترم كل القرارات اللي بجلنا وعلى عيننا وعلى رأسنا بس تبقى على الجميع ما فجئش ان النادي الزمالك قاعد فيه مجلس الادارة ولا قدامي امام المأسورة فيها 500 واحد جمهير اهل يدخلوا منين لا كل حاجة تبقى زي زي حقكم طبعا انه مدام الرقم اتبعت للطرفين فلازم ينفذ من جانب الطرفين النقطة الثالثة انا اللي هسأل فيها البعض بيقول انه قد تكون اذا كانت النتيجة سلبية قد تكون مباراة كارتيرون الكلام ده غلط قبل ما تسأل السؤال الكلام ده غلط تمام يعني مصير كارتيرون مش مرتبط بنتيجة مطش بكرة يا فندم احنا مش مجلس ادارة ردي فاعل يعني ايه مصير كارتيرون مرتبط مباراة بكرة ان شاء الله بكرة هنكسب لعيبة الزمالك مصممة ان الدور يكون بتاعها عراقها في الملعب من غير وسطة حكام ومن غير اي حد واحنا وراهم وجمهورهم العظيم وجمهور الناس الزمالك وراهم وباذن الله باذن الله باذن الله ربنا يكرمنا والثلاث نقاط بكرة باذن الله باذن الله باذن الله طبعا من حق أي حد أنه هو يبدأ اعتراضه على استناد المباريات للتحكيم ومن حق اتحاد الكرة في النهاية أنه هو من يختار من يسند إليه المباريات هو اختار الكابتن أمين عمر شفنا مسرته في مباريات الأهلي كان فيها طرف ومسرته في مباريات كان الزمالك فيها طرف دي أول مباراة يدير فيها مباراة للأهلي وللزمالك في طرفين في مباراة واحدة بالتوفيق بإذن الله لحكمنا وأكيد كل واحد مسؤول عن ما يقوله من تصريحات ولكن ماذا عن التشكيلين المتوقعين هبدأ بالأهلي؟ كيف يفكر مستر بيتسو موسماني يتوقع أو يتوقع أنه يبدأ بالتشكيلة اللي قدام حضراتكم أن يكون في حراسة المرمى محمد الشناوي بعد مغاب عن مباراة الدور الأول بدر بنون وياسر إبراهيم يتجوران في قلب الدفاع محمد هاني يبدأ يميناً وأيمن أشرف يظهر في ناحية اليسار مش أحمد رمضان بيكهم ولا محمود وحيد في نص الملعب أليو ديانج وعمر السلية قدامهم رقم واحد في تشكيلة الأهلي محمد مجدي أفشا حسين الشحات ناحية اليمين مفاضلة ما بين طاهر محمد طاهر وكهربا ناحية الجناح الأيسر وفي المقدمة محمد شريف مع احتمالات بسيطة أن يكون بواليا هو اللي يبدأ أما الزمالك فتشكيلته المتوقعة هتكون استمرار محمد عواد في حراسة المرمى للمطش الثالث على التوالي قدامه الوينش ومحمود علاء المسدوسي يمينا ومحمد عبد الشافي يسارا قلب الملعب طريق حامد وفرجاني ساسي وقدامهم يوسف أوباما ناحية اليمين يبدأ شيكبالا اللي مسجل هدفين في آخر مبارتين ضد الأهلي وناحية اليسار بن شرقي وفي المقدمة متوقعة أنه يبدأ بحميد أحداد مهاجما أساسيا للفريق الأبيض في قمة منتظرة مرتقبة نتمناها جيدة بإذن الله وتاني بقول أن لا يكسبها مش هيحسم الدوري إنما ممكن يقرب خطوة نفسية ومعنوية وأكيد على مستوى ترتيبه في جدول المسابقات بعض الأرقام عن قمة الغد وبعض الفاصل نكامل معاكم في المطش هليكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إن شاء الله تتم المباراة لجنة اتحاد الكرة يعني بتحط الأطر بتاعتها وهي المسؤولة عن إدارة هذا القطاع والأندية يعني تحت المنظومة المفروض إن هي بتؤدي والجماهير طبعا حبها ووجودها سواء هنا وهنا بتتأثر وهي حساسة وعايزة تبسط من حقكو لكن إن شاء الله تكون الأمور أفضل في المستدر أعتقد الفضل اللي فاتي تديه مطشط ألي وزمالك تبقى صعبة توقعات جدا يعني أجهزة فنية جديدة أجهز نادي الأهل جديد لعيبة وغضة دوري وكاس وأفريقيا وثلاث عالم عندهم تحفيز أكبر وثقة زيادة عن نزوم ونادي الزمالك بيبحث عن نفسه من جديد نادي الزمالك أعتقد عامل فرق وسك جدا السنة دي وبينفس في كل قواعد دوري فأعتقد أن النتيجة تبقى أجيبية للنادي الزمالك إن شاء الله بإذن الله أنا متوقع يعني الاحتقان يتسبب فيه يعني من يقود يعني سيارة إعلام وليس لدي ترخيص أولا أو يقود يعني وهو فاقد الوعي أو يقود وهو في غاية الاستهتار فيشعل فتي الأزمات بين الجمهور اتقاءا لأنه يعبر عن هذا اللون أو ذاك دي أولا ثانيا أنت هنا بتتكلم عن القمة الفنية نتمنى قمة حقيقية طليق بالأهل والزمالك هم في صدرة الكرة المصرية والعربية والأفريقية في كل ما يمكن أن يكون قمة اعتدنا أن نغير بس كإعلام راقم القمة 121-122 وهكذا دواليك دواليك نتمنى مرة قمة مكتملة الأركان قمة طليق بالتحكين أعرب للفوز في هذه المباراة لا يعلمه إلا الله لأن دائما الأهل والزمالك عودونا يعني أنا زايع أكتر من 25 مباراة أهل والزمالك يعني تبقى داخل المباراة بأن الفريق ده أقوى وعناصره أقوى تلاقي الفريق الثاني واللي فاز أو المباراة الثاني التعادل يبدأ عنده مشكلة في حرس مرمى ده حصلت مع الأهل كتير يعني لعب خالد الضبع لعب مسعد عوض ولعب علي لطفي التلت حرس دول لعبوا في توقيتات وظروف صعبة جدا خالد الضبع كان شوبير مش موجود اسمه إيه ده مسعد كان الحضري مش موجود كان أمير عم حميد مش موجود يعني أقصد بيبا فيه ظروف خاصية فتقول إيه المسألة ممكن تتميل ناحية نتلاقي بالتالي عودتنا مباراة الكلاسيكو المصري أهلي زمالك أن لا توقعات الحقيقة الفريقين مستوى متزبزب في الفترة الماضية ما تعرفش فريق غزي غزي المحلة قدر أنه يعمل نتيجة على الأهلي وعلى الزمالك ويأثر فيهم الفريقين مستواهم ما بين الصعود والهبوط فأحنا نتمنى أنه فنيا تكون المباراة جيدة وأخلاقيا قبل كل شيء لأن دول نمازج والناس بتقييس عليهم مستوى وأخلاق الرياضة المصرية والشباب المصري من خلال هذا الأمر وانعكاس ده على السوشيال ميديا والضغينة اللي بين الناس الحساسية بقى اللي بين بعض المسؤولين وتصريحات هنا وتصريحات هنا وعايزين حكام أجانب لا مش عايزين حكام أجانب لا كذا دي يعني تبقى إدارية ولا تنعكس على الروح الرياضية بين اللاعبين عندنا تخوف من طقم التحكيم الحدير المباراة ليه؟ أنت في حالة ثقة بعد مباراة الدور الأول وانتهت بفوز الأهل اتنين واحد وكان فيه دفع معناوية كبيرة جدا من إعلام ومن جماعير للحكام المصري الأخطاء اللي حصلت في المباراة السابقة اللي هي بعد مباراة الأهل وزمالك واللي قبل مباراة القمة الجاية لا خلت إن فيه حالة شك وفيه حالة ألأ من طقم التحكيم نتمنى التوفيق طبعا أهلا بكم مرة تانية النهاردة اختتم الأهلي تدريباته في التتش واستكمل معسكرة وفي فندق جديد يكون أقرب من استاد القاهرة عشان يكون فيه الموعد بعيدا عن أي ضغوطات في الوقت للزمالك كم عسكر من بارح ومباراة قمة منتظرة هنسأل برضو نجمينة اللي معنا عطريفون عنها لكن بعد ما نحيي ومبارك له على هاتريك أسستات عملها النهاردة صالح جمعة النجم سيراميك ريوباترا بعد الفوز بأربعة أهداف على بيراميدز مقابل هدفين كابتن صالح أهلا بيك منورنا أهلا بيك هاني أخبارك إيه؟ مبروك الفوز مبروك أدائك مبروك النتيجة مبروك الأسستات اللي عملتها الله يبارك فيك طبعا أول حاجة الحمد لله طبعا على المكسب تانية حاجة طبعا كل سواء طيب وكل السادة المساعدين بخير معايا معايا يا هاني النهاردة بكلمك عن يعني ما شاء الله في ظرف تلت دقيقة كنت بتعمل أسستين تمررتين سيم بتحط بيهم المهاجم في مواجهة شريف إكرامي فبدل ما تخرج مغلوب بتخرج كسبان الشوت الأول وبعدها الشوت التاني كمان بتكمل بفاول تاريخي يعني اتعامل بذكاء شديد بربط مع أحد محسن فببارك لك على الثلاث أسستات اللي عملتها النهاردة فعايزة أسألك على رأيك إيه اللي انت عملته النهاردة وتقييمك لنفسك طبعا في البداية الحمد لله على المكسب النهاردة هاني يمكن احنا كنا آخر مباراتين ما كانش فيه توفيق بشكل كبير كنا محتاجين مبارات كبيرة زي مبارات برمز بحيث ان يتحطينا في الجزول بشكل كويس اتكلمت معهم النهاردة ومع اللعيبة قبل ما نخوض المباراة طبعا في النادي سراميكا بيمتلك لعيبة هاني ما تقللش على عيبة الأهلي والزمالك من بداية من حراس المرمى لحد بتاعنا كل اللعيبة لعبة أهلي والزمالك واللعيبة كبيرة واللعيبة تقدر تلعب ملشات كبيرة والنهاردة تكلمنا في المباراة دي هي اللي هتبين قيمة مشخصية اللعيبة اللي موجودة في النادي دي حاجة تاني حاجة طبعا يمكن احنا بنشكر ست النادي بالحاجة محمد ابو العنين طبعا على انهم مفرر لنا كل حاجة بمنتقى الامانة يعني ما فيش حاجة نقطانة دايما في ظهر الفريق في ظهر النادي مثل مؤتز البطاوي طبعا طاري ابو العنين مثل طاري طبعا الناس بصراحة هاني مش مؤثرين معنا في حاجة بنتمرنا في ملعب كويس جهاز صاني كويس جدا طبعا جهاز اداري محترم احنا مش نارسنا حاجة انا بنقعد كلعيبة نتكلم احنا بنشوف ان احنا مش نارسنا اي حاجة ان احنا نبقى فضوص في الجهد ولا دايما بيبقى سموحنا ان احنا عايزين نبقى موجود في المربع الزهبي نلعب افريقيا السنة الجاية طبعا انا حابب باشر بإذن الله عندنا مغراض جاية على ملعبنا كتير ان شاء الله نقدر راح نكتبها بإذن الله نقدر نفانش السيزن في مكان كويس يليه باسم النادي واسم الناس الموجودة والعاصر الموجودة بنستعرض وانا بكلمك التلات اهداف اللي انت صنعتهم الكرة لشادي حسين ملعوبة حلوة قوي هو الحياة استلمت وليها كمان عملت النص التاني من الجول والكرة التانية اللي عملتها بس من العمق لأحمد ياسر والفاول اللي عملته هبدأ معك بالفاول اللي عملته لأحمد محسن واضح ان هي متفق عليها الجارية والانطلاقة دي بتاعت احمد محسن طبعا بص انا بصراحة كنت في الفاول للأسس التالت انا كنت مركز وتكلمت مع محمد ابراهيم قبل الفاول اللي انا هعملها لمحمد ابراهيم لكن احمد محسن فجئني بالسبرينت بتاعه من تحت بحيث ان هو دخل بطريقة هو كان عايز يتكوره بصراحة اي انت ليه طبعا فخد في دارة ديفينت الشكل كويس جدا وفنش الكوره بشكل كويس وكان فيها طبعا كبير بالنسبة لي صح بالزبط وفي الهدفين طبعا التانيين الاول والتاني من كرتين مختلفتين ده اللي مستنينه منك الناس وده اللي عارفينه عنك وده اللي قاله الكابتون دياري السعي بصراحة كل واحد ياخد حقه انا لما بالعب في نص الملعب انا بقى عارف امكانات ده مالي بشكل كويس جدا شادي جاء شادي حسين انا مش هلعب اللونج بواص ده من المكان ده الا عارف ان هو سريع جدا عارف ان تكون طرور بتاعه عالي جدا عارف ان هو بيفنش بشكل كويس جدا نخل الكلام طبعا نفسي التاني بتاع احمد ياصر ريان الراجل بصراحة يعني تحرك محترم جدا من مهاجم مواعد شايف ان هو يعني هيفيد دينادي الاهلي بشكل كبير هيفيد المنتخب بشكل كبير جدا طبعا قدر ان هو ينزلي وياخد لنفسه متاحة ويليفك تاني طبعا فهو مصالح بس هو زمالي بسهيله علي اللي يابي بشكل الملعب بصراحة من خط الديفينت لحد الاسترايكر لعبة محترمة لعبة عن تامكانيات تمسك الكورة ومش مجرد فرقة صغيرة طالعة من تحت فلا احنا بينا في موشات كتيرة وموشات كبيرة مباراة بيرمت الدور الاول خسرناها واحد تفر لكن تسعين ديها كنا مسكين المباراة وما كانش في ده وفي احنا مش قلقلين خالص صالحة بملعب كرة كويسة او كرة محترمة طبعا احنا مش قلقلين خالص من النتيجة التي بتبقعت ربنا طبعا وان شاء الله بس الله زي ما قلتنا كان احنا عندنا صموح كبير جدا مش كلام بس احنا عندنا صموح ولما بنتعادل مباراة او بنفسر مباراة مش فرقة طلع من من فنكاس بلأ ده فرقة والعيبة تبقى زعلانة جدا ويقعد نكلم بعض وان احنا ما نفعش نبقى في الموقف ده فانا متفائل ان شاء الله الفترة الجاية باللعيبة دي كابتن ضياء السيد وانا بسأله على الاسستات اللي عملتها النهاردة قال لي ككورة ده العادي بتاع صالح جمعة لكن كبدني لسه مستني منه وانا مستني منه ان يلعب تسعين ديها بشكل متواصل وده شغل انا حطه مع صالح جمعة واعتقد ان هيتنفذ قريب هو هاني كابتن ضياء لما اتولى المسئولية طبعا انا كنت مصاب طبعا عاد ثلاثة اسابية بعيدة عن التدريب رجعت بعد المباراة اللي فاتت مباراة المقاولين العرب انا ما اتمرمتش غير تمرينين فقط قبل مباراة المقاولين وقبل مباراة ايو كان عندي مشكلة فرجلية بس انا بجد لما ببعد لما ببعد ازعلان جدا بحيث ان الفرقة محتاجاني بحيث ان انا لازم ادوسع نفسي وبروح لدكتور واتنين ومركز جدا ان انا بقى موجود مع الفرقة لان الفرقة محتاجة كل اللاعبات والذات اللاعبات كبيرة للموجودة في الفرقة الفرقة محتاجة كل اللاعبات دي فانا في نادي السورمكيل بطر انا من نفسي بتحمل المسئولية وحاس ان انا علي مسئولية كبيرة جدا من einsاؤرها ومينجهاز الفني اندهما بيعتبروا النهاردة عامر عامر وصالح قمعة ومحمد ابراهيم ورجب بكر وhoresة دي كل الناس دي بالناس الكبيرة اللي في الفرقة فلازم تسيلي الفرقة فما انفعش ان انا بقى بعيد او ان انا بقى اصر ولا الكلام ده كله والنهاردة الحمد لله حتى كنت حاسب وجاء عبد المباراة ايوه انا ما كانش يمكن ان انا جيب على الفرقة بشكل اه في مصف كبير زي ده وفي ظروف اللي احنا فيها دي فالحمد لله يعني حتى اخذت حقنا مسكنة قبل المباراة والواحد بيتحامل على نفسه لان بصراحة الناس مش مؤثر في حاجة والناس يتعامل بطريقة محترمة جدا وخرجت بالخلفية طمنا يعني الدنيا التمام الحمد لله خفيفة جدا انا وكنت ممكن اكمل بس الحمد لله احنا نتيجة اربعة واحد وانا قلتت عندنا مغراء كمان خمس ايام عشان الواحد يجهز المغراء اللي بعدها ان شاء الله طيب سؤال اخير بكرة الاهلي والزمالك انت نجم اهلي سابق وكنت هدف من اهداف الزمالك السابقة شايف ازاي المطش بكرة توقعاتك انا طبعا انا الحمد لله احنا كنا موجودين في القوتيل مع النادي الاهلي مبارح ايوه اه روحت سليمت عالجاز الفني كله وكابتن سيد ومستر مسيماني وعادت مع اللعبة كلها مع عمر الصلية ومع كهربا ومعوليد سلمان وقابلت الناس كلها مبارح واتكلمت معهم طبعا هم عندهم بصراحة ثلاثة اربعة مصرات جايين اه اتمنى اللعبة تركز انا انا عارف ان النادي الاهلي واللعب النادي الاهلي بتبان في الوقت دي والشخصية بتبان في الوقت ده انشاء الله بسناك كالمعتاد يعني واصف ومتاكد انهم ان شاء الله بإذن الله بكرة يكتبوا بسم الله وان شاء الله بإذن الله واصف فيهم في موز marginalized town Jenna ان شاء الله ايو واتكلمت معهم كده طبعا وانا عارف انهم في условbed صعبة لفترة الفترة بس ان شاء الله بسنا الله الموقوف الصعبةzufات بيطلعوا منهم وبيتسروا كل الفترة اتمنى لهم التوفيين ان شاء الله بشكرك صالح جمعة نجم سيراميكري باترا ببارك لك مرة تانية على الفوز النهاردة وعلى مستوىك وعلى الصناعات اللي عملتها بتمريرات حاسمة ومن أكتر اللاعبين الزميلي محمود داود حتى كان بعت على مستوى أرقامه تبقى لعدل دقائق اللي بلعبها ومن أكتر اللاعبين في الدوري على مستوى التمريرات الحاسمة اللي بتحط المهاجم يعني في مواجهة مرمى المنافسين النهاردة طلاعي الجيش بيفوزوا على غزل المحلة أوقف انتصارات المحلة وارتقى للنقطة 26 طلاعي الجيش والحقيقة أن الفوز دا كان ثلاثية سجلها عمر جمال هدف إسلام محارب هدف وقابليهم مهند لاشين هدف وهشام نبوي كان سجل هدفا وحيدا لإمبي مباراة المقصة مع المصري قادرها تحكمين الكابتن جهاد جريشا بعد ما قلت مبارح بقولها تاني إدارته للمباراة النهاردة كان بقرار من اتحاد الكرة بعد إيقافه شهرا ما وقفوش إلا جولة واحدة بس وبعدها بأيام بس بيدير مباراة وسببها أنه زي ما الكابتن سيد عبد الحفيز لم يعاقب بتصريحات جدلية أنت كمان عقابك أو إيقافك هيترفع دعما لك ودعما لباقي المنظومة التحكمية إمبي والاتحاد السكندري انتهى بتعادل سلبي ودي كانت المباراة الرابعة والأخيرة النائب محمد أبو العنين رئيس نادي سيراميك كريباترا بعد المباراة في تواصل هاتفي مع إدارة الفريق ومع اللاعبين اتكلم معهم في ساعته بهذا الانتصار وقال أنه بيوجه التحية لللاعبين بعد الفوز على بيراميز واللي انتهت بفوز الفريق بأربعة أهداف لهدفين النائب محمد أبو العنين وجه التحية للجهاز الفني واللعبين على أداءهم الرجولي في المباراة خلال اتصال هاتفي طلبهم بالمواصلة على النهج نفسه خلال المباريات المقبلة وشدد على أن اللاعبين عندهم الكثير اللي ممكن أن يقدموه لأنفسهم ولنادي سيراميك كريباترا وأنه يثق ثقة تامة في قدراتهم النائب محمد أبو العنين اختتم حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة الأداء القوي في المباريات بالمرحلة المقبلة بالدوري العام وأولا هتكون أمام فريق سموحة طيب خاني أقول لكم أنه بكرة عندنا أربع مباريات في الدوري المصري الممتاز بمبدأيا كده أن بهدفين أحمد ياسر ريال النهاردة تساوى في قائمة هدافي أو متصدري الهدفين مع أحمد سمير ومع عمر كمال عبد الواحد وكل يمتلك عشرة أهداف رصيده بكرة عندنا الجونة مع أسوان عندنا البنك الأهلي مع الإسماعيلي عندنا سموحة مع وادي دجلة ومباراة القمة الأهلي مع الزمالك في استاد القاهرة طيب سريعا أقول لكم أنه لم يكن الكابتن إبراهيم عبد الله عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أو اللجنة التنفيذية في الزمالك هو الوحيد الذي انتقد الأداء التحكيمي النهاردة من خلال مداخلته معنا وتعيين الكابتن أمين عمر لكن كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك التصريحات هاجم فيها الحكام بشكل عام وألمح إلى مجاملات للنادي الأهلي فجاء تصريحات كارتيرون كالتالي قال أنه قدمنا أداء جيد الفترة اللي فاتت رغم ضغط المباريات والخسارة من الأهل هي السلبية الكبرى خلال الفترة الماضية ندمان على هذه الخسارة لم نكن نستحقها بحسب كلامه قال أنه كنا على الأقل نستحق التعادل والفوز بالدورية تطلب الاستمرارية ونسعى لحصد اللقب قال أنه بيسعى من الاستفادة من جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات لكن كان فيه هناك مراكز بيسعى بالتغيير فيها إمام عشور لعب جيد نفتقد لخدماته بسبب الإيقاف تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهدة لكأس العالم بيساعد على إنهاء الموسم مبكرا وإبرام السفقات الجديدة كارتيرون قال أنه ما فيش أزمة في خوض المباريات الدوري من غير لعبة المنتخب الأولمبي ده أكيد تصريح يعجب قوي اتحاد الكرة قال أن على الجميع الموافقة على ذلك لإنهاء الدوري مبكرا الكرة بيتكلم عن التحكيم حتى يضعهم تحت الضغط ولسنا مثلهم كابتن ابن عبدالله وضعهم تحت الضغط النهاردة قال أن الكل بيشكوا من التحكيم هم يتحدثون مع الحكام هاتفيا ويعتذرون لهم عن أخطائهم في إشارة أكيد للكلام الجدلي عن الكابتن سيد عبدالحفيز اللي التحقيق قال أنه ما حصلش قال لا يجب أن يكون هناك حديث بين أو حديث بين مديري الكرة في الأندية والحكام قال الأهلي ما تدرش من الحكام المصريين طلبوا تحكيم أجنبي ضجة بدون داعي لا توجد أزمات في جهازي المعاون نحن في مركب واحد ده كلامه على كابتن أسامة نبيه نسعد الفوز في اللقاءات المقبلة طيب ده كان كلام مستر باتريس كارتيرون لكن في سياق آخر فخلينا نبعد عن مطش الأهلي وإزا مالك أقولكم أن النهاردة في الكرة العالمية منشستر يونيتد ابتعد بالوصافة بعدما كسب أستنبيلا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد وخلى منشستر سيتي هو كمان يتأجل حسمه للقب الدوري الإنجليزي في الوقت اللي أرسنال كسب ويست برومتش بنتيجة ثلاثة واحد رحل أحمد حجازي في منتصف الموسم وهبط ويست برومتش إلى الدرجة الثانية شامبينشيب من جديد محمد النيني شارك في المباراة أصيب لكن الحمد لله كمل المباراة بأداء جيد جدا في الدوري الإسباني تعادل أتليتيكو مادريد مبارح مع برشلونة في الكامب نو مانحين الفرصة لريال مادريد أن يستغلها ويكسب أشبيلية لكن ريال مادريد تعادل بالعفية أمام أشبيلية بنتيجة اتنين مقابل اتنين التقدم لأشبيلية التقدم من جديد لأشبيلية والتعادل في ديال الأخيرة لتوني كروس لريال مادريد ولكن الجدل كان في ضربة الجزاء اللي تقدم بها إيبان راكتيتش قبل نهاية المباراة بربع ساعة لأشبيلية كانت ضرب الجزاء المفروض ياخدها ريال مادريد بنزمة بعد ما كرة قطعت هجمة مرتدة راوغ ياسين بونو ضرب الجزاء بعد عرقلة من الحارس المغربي للمهاجم الفرنسي راح للفار عشان يتأكد الفار قال له استنى ده الكرة دي أصلا مردودة من ضرب الجزاء المفروض لأشبيلية بلمسة يد على ميريتاو فبدل ما تتحسب ضرب الجزاء للريال اتحسبت لأشبيلية وقلبت الدنيا في إسبانيا لولا إن الريال جاب نقطة مهمة في النهاية خلت الوضع زي ما هو تعادل هنا وتعادل هنا ولسه السيناريو مستمر على مستوى الصراع أما في إيطاريا فميلان اكتسح يوفينتوس عشان يأمن إلى نسبة كبيرة جدا مركزه في التوفور المؤهل لدوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة لكن على حساب يوفينتوس نفسه ارتغلت 3-0 عشان يبقى في المركز الخامس المسابقة معقولة بعد ما فقدت دوري كمان يفقد مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا بيرلو في وضع صعب جدا على مستوى الأداء والنتائج ولا يتوقع أنه يستمر في الموسم المقبل مع فريق يوفينتوس دي أخبارنا النهاردة بكرا إن شاء الله بعد نهاية القمة بين الأهل والزمالك نتمناها جيدة إيجابية ممتعة هنكون موجودين معاكم بعدها بنصف ساعة في المطش فتحيات كل فري العمل وتحياتي هاني حدفوت إلى اللقاء اشتركوا في القناة